اشتركوا في القناة سنتعلم اليوم من خلال موضوع المخاليط وما بعض انواع المخاليط ماذا تتوقعون ان نتعلم سنتعلم اليوم وصف مفهوم المخلوط وايضا تعداد بعض انواع المخاليط والتمييز بين المركب والمخلوط اذا هذا ما سنتعلمه باذن الله من خلال درسنا لهذا اليوم لننطلق مستعينين بالله لاحظوا معي في هذه الصورة ماذا يوجد ما هذه الصورة عبارة عن ماذا ممتازين عبارة عن فواكه هذه الفواكه مجتمعة مع بعضها البعض عندما وضعناها في هذه السلة أبناء الطلاب هل يحدث لها تغيير عندما وضعنا التفاح مع البرتقال مع الموز مع الكميثرة مع الفرولة وضعناها داخل هذه السلة هل تغيرت هل أصبحت شيئا آخر غير الفواكه الجواب ممتازين لم يحدث هناك أي تغيير لا يحدث هناك تغيير عندما نضعها مع بعضها البعض وأيضا عندما نفصلها ولذلك هل يمكن فصل بعضها عن بعض أبنائي يعني هل يمكن أن أجعل مثلا الموز الحال والتفاح والكميثرة والبرتقال هل يمكن أن أفصلها ها أبنائي هل يمكن أن أفصلها نعم يمكن فصلها يمكن أن أفصل الموز الحال وأيضا ماذا التفاح الحال إذن يمكن ويكون ذلك بالطرق السهلة جدا طيب إذن ما هو المخلوط إذن ما هو المخلوط الآن يا أبنائي من خلال الصورة هذه ما هو المخلوط الآن هذا لو أخذنا هذه الصورة نقول مخلوط عبارة عن ماذا مخلوط فواكه نقول مخلوط فواكه إذن ما هو المخلوط هذه الفواكه ما هي المخلوط الآن في هذه الصورة عبارة عن مواد عبارة عن مواد مثلا أو مجموعة من الفواكه طيب هل تكونت مادة جديدة لم تتكون إذن ما هو المخلوط المخلوط مادتان أو أكثر تمتزجان معا لاحظوا معي تمتزجان معا ولا تكونان مادة جديدة يعني لم تصبح مادة جديدة لو أخذنا هذا الفواكه وضعناها خارج السلة أو وضعناها داخل السلة هي عبارة عن ماذا عبارة عن مخلوط من الفواكه إذن هذا المقصود بالمخلوط يمكن فصل مكوناته بسهولة بالطرق الفيزيائية العادية يعني يمكن فصلها نستطيع أن نفصل تلك المخاليط ولذلك نبغى نعرف الآن كيف يمكن فصل تلك المخاليط بالطرق الفيزيائية العادية لو أخذنا مثلاً هذا المثال وهذا الكبريت مسحوق الكبريت وأخذنا مثلاً مسحوق الكبريت وضعناه في هذا الصحن وأخذنا أيضاً برادة حديد هذا اللي باللون الأسود ووضعناه مع المسحوق الكبريت وخلطناها مع بعض مزجناها الآن أصبحت مخلوط ما هي الطريقة الفيزيائية التي يمكن أن أفصل من خلال هذا المخلوط عبر المغنطيس لو جبت المغنطيس لأبنائي ووضعته سنجد أن الحديد ينجذب عند من يا أبنائي؟ عند المغنطيس سنجد أن الحديد هيا أبنائي ينجذب إلى ماذا؟ ينجذب إلى المغنطيس إذن هذا بالنسبة الآن انفصل انفصل الحديد عن المغنطيس نشاهد الآن نشاهد الآن انجذاب الحديد للمغنطيس وبالتالي ينفصل عن الكبريت طيب لو أخذنا نفس يا أولادي مسحوق الكبريت والحديد ووضعناها تحت موقد نار سنجد أنها تتفاعل لاحظوا معي وتصبح مادة جديدة نشاهد الآن برادة الحديد مع الكبريت تغيرت وأصبحت مادة جديدة نشاهد الآن ستتغير وتغير لونها وبالتالي تتغير خصائصها تتغير خصائصها تتغير خصائصها الآن نشاهد يا أبنائي لو أخذنا هذا المغنطيس ووضعنا يا أبنائي عند هذا المركب المكون من الحديد والكبريت هل ينجذب هل ينجذب يا أبنائي الحديد هذا الآن المسحوق الجديد المركب الجديد للمغنطيس لا ينجذب والسبب ماذا أنه تغير إلى مادة جديدة مختلفة مختلفة عن ماذا عن مسحوق الكبريت وبرادة الحديد فأصبحت خصائصها تختلف عن خصائص برادة الحديد والكبريت فبالتالي لا تنجذب هذا المركب إذن هذا بالنسبة لتجربة فصل المخاليط بالطرق الفيزيائية العادية إذن ما هو المركب الآن نحن الآن تعرفنا على المخلوط إذن ما هو المركب المركب مادتان أو أكثر تمتزجان معا وتكونان مادة جديدة يصعب فصلها لاحظوا معي يصعب فصلها ولذلك لاحظ مثلا بالطرق الفيزيائية عندما كان مخلوط الكبريت مع برادة الحديد استطعنا أن نفصله عبر المغناطيس لكن عندما يا أبنائي خلطنا برادة الحديد مع الكبريت واحترق بعد عملية الاحتراق والتسخين أعطاني مادة جديدة اسمها كبريتيت الحديد هذه مادة جديدة تختلف تماما خصائصها عن خصائص الكبريت عندما كان لونه أصفر خلاص وبرادة الحديد فأصبحت هناك تغير حتى في لون مسحوق الكبريت المصفر إذن هذا بالنسبة للمركب يصعب فصله ولذلك عندما أتينا بالمغناطيس وجدنا أنه لا يمكن أن ينجذب لأن خصائصه اختلفت اللي هو كبريتيت الحديد طيب إذن ننتقل الآن للمخاليط المخاليط أبنائي نوعا مخاليط غير متجانسة ومخاليط متجانسة مخاليط غير متجانسة ومخاليط متجانسة لو أخذنا مثلا الصلطة هذه الصلطة أبنائي الطلاب مكونة من ماذا؟ من خيار طماطم جبن زيتون هذه الآن المخاليط أبنائي وهذا المخلوط يحتوي على مواد وعلى أجزاء يمكن تمييزها عن بعض ولذلك يمكن الآن من خلال هذه الصورة أن تعرف الخيار عن الجبن عن الطماطم تمييزها إذن هذا النوع الأول من المخاليط الغير متجانسة أنه أستطيع أن أميزه بعضه عن بعض وأيضا المخاليط أبنائي تختلف مقاديرها عن بعض تختلف كيف تختلف لو اختلفت هذه المقادير هل يختلف المخلوط؟ هل يختلف المخلوط؟ يعني أعطيكم مثال هذه الآن الصلطة أبنائي الطلاب عبارة عن الطماطم لو خليت ثلاث حبات طماطم أو خليت مثلا حبة طماطم هل تصبح صلطة؟ لو خليتها حبة طماطم تصبح صلطة طيب لو خليتها ثلاث حبات تصبح أيضا مخلوط الصلطة إذن المخاليط الغير متجانسة لا تهتم بماذا؟ بالكتل والمقادير فبالتالي لا توجد قواعد لخلط تلك المواد إذن لو أخذنا مثلا الهواء ويعتبر مخلوط غير متجانس الهواء لماذا؟ لأن الهواء ماذا؟ يحتوي على غازات وأيضا هذه الغازات بنسب مختلفة سجين ثاني أكسيد الكربون ونايتروجين وغير ذلك من الغازات التي تكون كمياتها مختلفة إذن هذا بالنسبة للمخاليط الغير متجانسة إذن نأخذ التعريف هي التي يمكن تمييز مكوناتها بعضها عن بعض يمكن أن يميز الطماطم عن الخيار عن الزيتون وأيضا توجد مكوناتها بمقادير مختلفة أضع ثلاث حبات طماطم حبتين أضع حبة خيار وهكذا إذن هذا بالنسبة للمخاليط الغير متجانسة لو أخذنا يا أبنائي وانتقلنا إلى قانون اسمه بقانون حفظ الكتلة عشان نفهم هذا القانون يا أبنائي ونتصوره لو أخذنا يعني هذه الصلطة والمكونة من مثلا أخذنا الطماطم أربعين جرام والخيار ستين جرام والجزر خمسين جرام هل تزداد عندما نعمل هذه الصلطة هل تزداد كتلة الصلطة أو تقيل هل تزداد كتلة الصلطة يا أبنائي أو تقيل إيش رأيكم يا أبنائي نشاهد الآن لو أخذنا مثلا قبل عمل الصلطة سنجد أن مثلا الجزر خمسين جرام الطماطم أربعين جرام وستين جرام من الخيار كم تساوي مئة وخمسون جراما طيب وخلطناها مع بعض وجينا وشفنا كتلتها سنجد أنها بعد عمل الصلطة أبنائي سنجد أنها مئة وخمسين جرام إذن هذا يعطينا شيء اسمه بقانون الكتلة هذا يحقق لي قانون حفظ الكتلة ما هو قانون حفظ الكتلة أن الكتلة لا تزيد ولا تنقص في عملية إعداد المخاليط أن الكتلة لا تزيد ولا تنقص عندما يكون هناك مخلوطان إذن هذا بالنسبة لقانون حفظ الكتلة طيب أبنائي ننتقل إلى التقويم اختيار مما تعدد كتلة المواد المكونة للمخلوط قبل الخلط وكتلتها بعد الخلط هل هي أكبر من أو تساوي أو أصغر من كتلة المواد قبل ما نخلطها هل هي أكبر من كتلتها بعد الخلط أو تساويها أو أصغر منها تذكرون قانون حفظ الكتلة الجواب ممتازين تساوي إذن كتلة المواد المكونة للمخلوط قبل الخلط تساوي كتلتها بعد الخلط طيب ما هي أنواع المخاليط ما هي أنواع المخاليط أنواع المخاليط يا أبنائي هناك عدة أنواع للمخاليط هناك مخلوط يسمونه بالمخلوط الغروي وهناك مخلوط يسمونه بالمعلق والمستحلب طيب نبغى نتعرف يا أستاذ على هذه الأنواع لو أخذنا مثلا هذه التجربة مثلا هذه التجربة عندي هنا أدوات مصباح وكأسان وجل وشامبو نشاهد الآن أبناء الطلاب أولا لو أخذنا وصلتنا الضوء على الكأس المملوء بالجل هل الضوء ينفذ من خلاله هل الضوء ينفذ من خلاله أبناء الطلاب من خلال هذا المقطع نشاهد الضوء ينفذ ويتشتت لاحظ ينفذ ويتشتت طيب نشوف الآن مثلا الكأس المملوء بالشامبو هل الضوء من خلفه هل نشاهد الضوء عندما نصلط الضوء على هذا الكأس هل ينفذ من خلال هذا الكأس أبنائي لا ينفذ إذن هذا بالنسبة لهذا التفسير نلاحظ أن الضوء لا يتشتت ولم ينفذ من خلاله المعلق ما هو المعلق المعلق هو عبارة عن مخلوط مكون من أجزاء ينفصل بعضها عن بعض مع مرور الوقت إذا ترك المخلوط ساكنا نشاهد هذه الصورة أبناء الطلاب مكون من رمل وماء خلطناها مع بعض لو تركناها بعد فترة وزمن محدد سنجد أن هذا المخلوط إذا تركناه ساكنا ينفصل ينفصل فيصبح هناك ماء ورمل أيضا الدم نشاهد اللي هي المادة الصفراء وبعد تركها فترة من الزمن تنفصل عن كريات الدم الحمراء فبالتالي أصبح ماذا معلقا إذن هذا المخلوط المعلق هو مخلوط مكون من أجزاء ينفصل بعضها عن بعض مع مرور الوقت إذا ترك هذا المخلوط ساكنا ننتقل للنوع الثاني وهو الغروي المخلوط الغروي هو مخلوط تكون فيه دقائق المادة مشتتة خلال مادة أخرى مسببة منع مرور الضو نشاهد الحليب لا يسمح بمرور الضو لا يسمح بمرور الضو يسمى بالمخلوط الغروي وبالتالي أيضا أبناء الضباب يعتبر مادة غروية الضباب اللي نشاهده في المناطق المرتفعة أيضا يعتبر مادة غروية ننتقل للنوع الثالث وهو المستحلب المستحلب أبنائي هو عبارة عن ماذا كلمة مستحلب عبارة عن خليط من السوائل عبارة عن ماذا عبارة عن خليط من السوائل لا تذوب بعضها في بعض لا تذوب بعضها في بعض يعني مثلا معجون الأسنان هذا المعجون معجون الأسنان نجده ماذا نجده عبارة عن خليط من السوائل لكن لا يذوب بعضه في بعض أيضا البنزين لو وضعناه في هذا الكاس سنجد مثلا قبل التحريك لو كان هناك ماء والبنزين وبعد التحريك سنجد أنه ماذا أصبح مستحلبا ولذلك هو عبارة عن مخلوط يتكون من سائلان لكن السائلان لا يذوبان ولا يمتزجان معا إذن المخلوط والمستحلب هو يتكون من سائلان لا يمتزجان معا بحيث يكونان على شكل قطيرات دقيقة إذن هذا بالنسبة للنوع الثالث من أنواع المخاليط ننتقل الآن للتقويم الختامي عندي هنا أبناء يقرن المفاهيم بما يناسبها هناك نشاهد في هذه التقويم هناك مفاهيم سنضعها داخل الجمل الكتلة لا تزيد ولا تنقص في إعداد المخاليط ما هو هذا المفهوم الكتلة لا تزيد ولا تنقص في إعداد المخاليط هو ماذا ممتازين هو حفظ الكتلة هو حفظ الكتلة طيب مادتان أو أكثر تمتزجان معا ولا تكونان مادة جديدة ما هو هل هو المخلوط أو المغنطيس ممتازين اللي هو المخلوط مادتان أو أكثر تمتزجان معا ولا تكونان مادة جديدة طيب يمكن تمييز مكونات بعضها عن بعض يمكن تمييز مكونات بعضها عن بعض ماذا نقصد بها نقصد بها ممتازين المخاليط الغير متجانسة مثل ماذا تتذكرون مثل ماذا يا أبنائي السلطة عندما شاهدنا المقادير من خيار ومن طماطم هذه تعتبر مخاليط غير متجانسة المعلق والمستحلب والغروي ماذا نقصد به هي عبارة عن ماذا ممتازين عبارة عن أنواع المخاليط إذن تعلمنا من خلال درسنا لهذا اليوم الماء والمخاليط المخلوط قلنا أنه عبارة عن مادتان أو أكثر تمتزجان معا ولا تكونان مادة جديدة ويمكن فصل مكوناتها بسهولة بالطرق الفيزيائية العادية ثم أخذنا أنواع المخاليط وقلنا منها مثلا الغروي وهو عبارة عن مخلوط تكون فيه دقائق مادة مشتتة خلال مادة أخرى مسببة منع مرور الضوء من خلاله وذكرنا ذلك بأنه مثل الضباب والحليب أما المعلق فهو عبارة عن مخلوط مكون من أجزاء ينفصل بعضها عن بعض مع مرور الوقت إذا ترك المخلوط ساكنا وأخذنا مثال مثل الرمل والماء والمستحلب هو مخلوط يتكون من سائلان لا يمتزجان معا بحيث يكونان على شكل قطيرات دقيقة إذن هذا بالنسبة لأنواع المخاليط هذا ما تعلمنا من خلال درسنا لهذا اليوم نتمنى لكم التوفيق والسداد وإلى أن نلتقيكم بإذن الله في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر